جروك من نمزج الذكاء الاصطناعي المتميزة باصداراته المختلفة وكان اخر اصدار جربنا على القناة وهو جروك 3 وشفنا الديب سيرش ولكن هتلاحظ ان في الفترة الاخيرة في نوعين من البحث العميق حاجة اسمها ديب سيرش وحاجة تانية اسمها الديبر سيرش يا ترى امتى استخدم الديب سيرش وامتى استخدم الديبر سيرش متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة ومعاكم فيديو جديد النهاردة على القناة كل من الديب سيرش والديبر سيرش هما ادوات للبحث بشكل عام داخل جروك ولكن ديب سيرش هي اداة بحث سريعة وفعالة داخل جروك تم تصميمها عشان تجمع معلومات بسرعة من المصادر عبر الانترنت ولكنها بتقدم نتائج مجازة وعادة فقل من دقيقة يعني من 47 ثانية لدقيقة بتحصل على البيانات المتاحة وده طبعا بيخليها مثالية كخيار لو المستخدم عايز اجابات فورية وسريعة في نفس الوقت فكر كده في الموضوع هي بتركز على السرعة وبالتالي انت عايز سرعة واستجابة سريعة ونتائج ايضا جيدة اما بالنسبة للديب سيرش هي اداة بحث ولكن اكثر شمولا يعني بتتجاوز الاسترجاع السريع للمعلومات هي تعتبر نسخة محسنة من الديب سيرش من ناحية تعنيها بتقدم تحليل عميق تفكير متقدم رؤية شاملة بالنتيجة اللي انت هتحصل عليها بتستغرق وقت اطول في عملية المعالجة والبحث على المعلومات حوالي من 6-7 دقيقة هي مصممة مخصوصة علشان تلبي احتياجات البحث المعقدة الموضوعات الدقيقة المعلومات التفصيلية بتدور لك على يعني مصادر متعددة عشان تجيب لك منها المعلومات وبالتالي هتلاقيها بتاخد وقت اكتر يعني بتكون النتيجة هنا على حساب الوقت نقدر نقول ان السرعة مقابل العمق في حالة الديب سيرش اما بالنسبة للعمق في النتائج على حساب السرعة بتكون في الديبر سيرش تعالى نجرب مع بعض دلوقتي مثال عملي ونشوف النتائج اللي ححصل عليها لو استخدمت الديب سيرش والنتائج اللي ححصل عليها في حالة استخدام الديبر سيرش يلا بي هنا هنبتدي الأول نختار الديب سيرش لو هندوس على الderop down ليست هنلاقي الديب سيرش والديبر سيرش هختار الديب سيرش وهنا هبتدي ان انا احط السؤال بتاعي اللي انا عايزة اختبر بيه او الطاست بتاعي هنا أنا بسأله بقوله تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على استبدال الوظائف في قطاع التصنيع ومناقشة الاستراتيجيات المحتملة للتخفيف من أثاره هنا حيبتدي أنه يديني تحليل على تأثير الذكاء الاصطناعي على استبدال الوظائف وإيه الوظائف اللي ممكن تتعرض لموضوع الاستبدال وأيضاً حينقش الاستراتيجيات المحتملة عشان يخفف من أثار الذكاء الاصطناعي على استبدال الوظائف تعالى ندوس انتر ونشوف الديب سورج حيديني ايه هنا طبعاً بيعد عدد الثواني اللي بيستخدمها في عملية البحث طبعاً براوزينج ريزولز نتائج البحث عبر الانترنت 20 ثانية وصلنا إلى 20 ثانية 21 ثانية من المفترض ان هو ماكسيموم دقيقة في عملية البحث طبعاً هنا بيبان عدد الويب بيجز اللي هو بيدور فيها ممكن اعمل expand وهنا show thinking عشان تشوف عملية التفكير بيفتح معاك على اليمين زي ما احنا شايفين عشان تقدر انت تقرأ بوضوح ممكن تقفل وبعد حوالي 57 ثانية والبحث في 47 مصدر اتدى يديني النتيجة الكي بوينتز هنا بيقول لي ان الذكاء الاصطناعي حيؤثر على وظائف القطاع الصناعي حوالي 2 مليون وظيفة ممكن انها تستبدل بحلول 2025 بسبب الاتمة و40% من الوظائف العالمية الاول اعطاني key points هي النقط الاساسية الوظائف كان موظيفة زي ما احنا شايفين و40% من الوظائف وجزء متعلق بالاستراتيجيات التخفيفية اللي بتخفف من تأثير الذكاء الاصطناعي على استبدال الوظائف وهنا تفصيل غير متوقع بيقولك على رغم مخاطر الاستبدال بيعزز انتاجية العاملين ذوي المهارات المنخفضة يعني بيقولك ان الناس اللي عندها مهارات منخفضة ممكن يعزز ذكاء الاصطناعي جودة هذه الوظائف بالرغم مخاطر الاستبدال في ملاحظات تفصيلية السياق العام لتأثير الذكاء الاصطناعي بشكل عام بيانات واحصائيات طبعا عطيك هنا sources الجدل حول الوظائف الجديدة مقابل الاستبدال ايضا هنا ده جدول مجاز للبيانات الرئيسية هنا دي الخاتمة واعطيك الكي سايتيشن زي ما احنا شايفين قد تكون دي الاجابة دي وفية وشاملة للبعض اللي بيدور على اجابات سريعة فورية وفي مصادر وحطتلك في جدول البيانات الرئيسية وشارح كل حاجة متعلقة بهذا الموضوع ولكن تعالى نشوف بقى لو انا استخدمت نفس التاسك ده مع الديبر سيرش ونشوف ممكن يقدم لي ايه انا هنا هفعل الديبر سيرش زي ما انتو شايفين وحبتدي اقول له نفس السؤال وحبتدي ان انا ادوس انتر ونشوف هنا عملية البحث ممكن زي ما قلتلك تستغرق لحد سبع دقيق فحنرجع ان شاء الله باذن الله بعد ما يتم عملية البحث ونشوف النتيجة لو بصينا على النتيجة هنلاقي ان هو خلص بحث فيه اربع دقائق واربعين ثانية وبحث فيه اربع وثلاثين مصدر وطبعا خطوات البحث اللي هو thinking فهم السؤال البحث عن معلومات تحليل البيانات استكشاف وظائف جديدة جمع المعلومات مراجعة المصادر وهنا اعطاني الإجابة المباشرة زي ما احنا شايفين تأثير الذكاء على استبدال الوظائف استراتيجيات التخفيف من الآثار ملاحظات تفصيلية هنا البيانات والإحصائيات اكتر وايضا المصادر وهنا جدول مجز البيانات والkey citations هنا عملية البحث كانت اعمق ممكن تكون مش لازم يكون النتيجة اكتر في كاتكست او كنص ولكن النتيجة في التفاصيل اكتر يعني لو رجعنا فوق كده نبص بصة سريعة على الملاحظات الموجودة والبيانات والإحصائيات انا حاسة ان هو اعطيني إحصائيات اكتر هنا كمان لو احنا بصينا على طريقة البحث تفكير وبحث عن تأثير الذكاء الاصطناعي فقط في العملية الخاصة بالبحث لكن هنا الخطوات مختلفة زي ما احنا شايفين واكتر هو مش بس دور واعطاني اجابة هو دور وحلل واستكشف وجمع معلومات ومراجعة للمصادر ما اعطانيش مصادر بس لا قام بمراجعة المصادر ودي النتيجة اعطاني كمان نوعية الوظائف ايه هي زي ما احنا شايفين وهنا الكي سايتيشنز في الاخر لهذه المصادر ده بالنسبة للفيديو النهاردة فيديو سريع وصغير ولكن قد يهم البعض اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفريوز زي ما بقولك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم جديد ولكنتم متابعين الاعزاء منساش لايك وشير وكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته